استهداف إسرائيل لمنشآت الطاقة إن كانت لدى جماعة الحوثي مصادرة الناقلات النفطية أو حتى التهديدات والمؤشرات أن إسرائيل قد تضرب المنشآت النفطية وغيرها الأساسية الخاصة بإيران ألا ترى أن إسرائيل بذهابها لتوجيه ضربات على هذه البنى التحتية قد يعني أن إسرائيل تريد حرب إقليمية للخلاص من كل أعدائها في المنطقة على الأقل حزب الله اللبناني هي تريد لهذه الحرب أن تحدث وأن لا تبقى مقيدة في مسألة الضغوط الأمريكية وأن حزب الله معه إيران وغيرها من الفصائل ألا ترى أن إسرائيل هي تدفع لعملية أن أؤمن الحدود وإن كانت الحرب هي الحل سأذهب للحرب إسرائيل بالتأكيد تود أن تتحر كل محاور المقاومة كلها بلا استثناء الولايات المتحدة تريد ذلك أيضاً ولكن الولايات المتحدة لديها اعتبارات أوسع وأكبر لكن إسرائيل لا تستطيع أن تتحر كل محاور المقاومة بنفسها كما نستطيع أن نرى كذلك أنهم يواجهون بعض الصعوبات بدحر حماس نعم أصابوها بالضرر كبير وتقريباً قاموا بدحرها ولكن حماس تعتبر صغيرة جداً بنسبة لحزب الله محاولة دحر حماس والميليشيا العراقية الميليشيا في سوريا والحوطينين وكل هؤلاء تعتبر مهمة صعبة جداً حيث أن إسرائيل صغير جداً ومع ذلك لديها قدرات عالية كما أظهرت في إيجازك الأول ولكن حتى للولايات المتحدة هذه ستكون مهمة صعبة لذلك أعتقد أن إسرائيل تفهم أنها تستطيع الحق الضرر وتستطيع أن تردع ولكنها لا تستطيع أن تقوم بالقضاء على كل محاور مقاومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر